مكتب مكافحة الفساد وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد قد كشف في وقت سابق عن تورط نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق في شبهات فساد داخل الوسارة تتعلق بمشترياتها من الوقود من جانبها أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن الأضرار التي عانت منها الدولة جراء الفساد الإداري تقدر بنحو ستة ملايين دولار شكلت لجان خاصة لمتابعة قضية مشتريات الوقود وهي تقوم بدراسة كل العقود المبرمة وسياسة الأسعار في تلك الفترة وصنادا إلى نتائج العمل المشترك بين إدارات مكافحة الفساد فإن قيادة وزارة الدفاع ستتخذ القرارات المناسبة